كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة السيدات والسادة الحفل الكريم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بحضراتكم جميعا في هذه الليلة الفارقة من ليالي النادي الأهلي وبحضور لافت لهذه الكوكبة من الرجال أصحاب القلوب العامرة بحب الوطن وعشق الكيان كيان النادي الأهلي الذي كان على الدوام وعبر الأزمان مصدر السعادة ومعشوق الولدان اسمحوا لي في البداية أن أرحب بإعلامي عربي قدير يشاركنا الفرحة والعنوان آت من درة البلاد إلى أم البلاد من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى مصر الظافرة العامرة نعم هو إماراتي الوطن والنشأة ولكنه مصري الهوى رحبوا معي بأخي وصديقي الإعلام القدير يعقوب السعدي مساء الخير صديقي شريف مساء الخير للجميع ما أجمل المساء هنا ما أجمل كل شيء هنا كل شيء إذا اختلط بمصر صار أجمل صار أبهى صار أروع فما بالكم إن كان وسط كل هذه القامات ما بالكم إن كان مساء فيه الأهلي مساء الخير صديق العزيز يعقوب السعدي وبالمناسبة نحن في مصر نعتبر يعقوب مصريا لأن ما يذكره عن مصر عنوان لإنسان وقلب عاشق لمصر والسؤال يعقوب يا صديقي خبرني ما الذي أتى بك على عجل ما كل هذا الأمل شريف اليوم أي يوم في الأسبوع الثلاثاء لماذا؟ تعرف أن في يوم كاليوم وفي مكان أبعد من هالمكان بقليل وسط قاهرة المعز كان هناك أقطاب يجلسون تماما كالسادة الجالسين في الصف الأول اتخذوا أعظم قرار في تاريخ الرياضة المصرية كانوا خمسة أسماء وراح أذكر أساميهم إدريس بيك راغب إسماعيل سري باشا أمين سامي باشا وعمر لطفي بيك ومحمد أفندي شريف أتعرفون ما كان اليوم كانت ثلاثاء مثل ليلتنا هذه قبل صباح الأربعاء اللي يصادف 24 أبريل سنة 1907 كان أجمل إعلان عن أروع كيان ما أشبه الليلة بالبارحة يعقوب ومن ينسى هذا اليوم إنه محفور بالوجدان هو يوم إعلان تأسيس النادي الأهلي لكن بهذه المناسبة هناك معلومة أعتقد أنها ذات دلالة مهمة الأهلي عند التأسيس احتاج إلى تمويل للإطلاق فحصل على قرض من البنك الأهلي إذ ساهم طلعت حرب باشا بمئة جنيه وكان لافتا أن أول رئيس شرفي للنادي الأهلي الزعيم سعد زغلول الشاهد أو الدلالة أنه من مبتداه ومنذ القدم كان ملتقا وحلما للكبار وقلعة للوطنية والتي كانت وقتها قدرا وليست محل اختيار مؤكد شريف في النهاية أسماء عظيمة صنعت مجد الأهلي في البدايات وأسماء أخرى عظيمة استكملت مسيرة الإنجازات والبطولات وتاريخ عظيم يتكرر أيضا اليوم لكن رغم كل ذلك أعتقد أن الأعظم في مسيرة الأهلي هو الجمهور الجمهور الأهم دوما الناس البسطاء أعتقد أن هؤلاء هم قوة الأهلي الحقيقية هم من حملوا الحلم بعد ذلك وسندوا وهتفوا له وغنوا يقيني أن أعظم رصيد للأهلي هو الجمهور الجمهور هو البطولة الجمهور هو الطريق الجمهور هو النور أتفق معك تماما يعقوب جمهور الأهلي هو أعظم شيء في معادلة الأهلي هو سر الأسرار في كل يوم نشاهد قصصا تروى قد لا تصدق من هذا الجمهور قصص وفاء مدهشة صاغها أصحابها عشقا لهذا الكيان وليس النهاء الإفريقي الأخير ببعيد من أكثر المشاهد التي أسرتني مشاهد الترحال لجمهور وفدة وترحلة من كل مكان في مصر الصعيد من وجه بحري من الدلتة فالأهلي ليس مجرد ناد وجمهور الأهلي كان دوما الداعم والسند جمهور الأهلي هو عائلته لذلك أعتقد أن هذا الجمهور اللي يرتحل خلف الأهلي في كل مكان بحاجة إلى بيت بيت لكل الأهلاوية بيت لهذه العائلة الكبيرة نعم الأهلي يسكن قلوب محبي لكنهم بحاجة إلى كيان يجمعهم معا الأهلاوية بحاجة إلى قلعة للجماهير قلعة باتساع هذه الملايين وهذا الحلم الكبير الأهلي يا عزيزي لا ينسى أبدا جماهيره فهو يراه دائما الطريق والرفيق والرفيق ترجمة نانسي قنقر